اشتركوا في القناة التي ابتدأت بكل بساطة بكونها مساحة للتخزين إلى أن تعددت وظائفها اليوم فأصبحت تشمل إلى جانب التخزين إمكانية المزامنة بين الأجهزة فيما يتعلق بمجموعة من المعطيات وتشمل مراقبة الآيفون عن بعد والتحكم فيه مراقبة أماكن تواجد أفراد العائلة والأصدقاء من خلال تطبيق لوكاليزي ميزامي المراقبة الأبوية لمشتريات ومختنيات الأطفال مشاركة التطبيقات والميلتي ميديا بين أفراد العائلة الواحدة حيث يكفي أن يشتري بعضهم تطبيقا ليشاركه البعض الآخر إلى غير ذلك خدمة الهند أوف التي أحدثت في اليوسويت والتي مفادها أن تبدأ العمل في جهاز لتنهيه في الجهاز الآخر إلى غير ذلك من الخصائص الموجودة والتي يتيحها والمتجددة باستمرار فقد أكون ذكرت البعض غير أنني لا يمكن أن أحيط بالخصائص كلها كما أنه بعد تسجيل هذا قد تظهر خصائص جديدة للآي كلاود إذن دون إطالة أحاول أن أحدثكم عن الآي كلاود إذن لنذهب إلى الآي كلاود عبر ريجلاج إعدادات تحت مجموعة من العناصر اللي هي بالضبط القاوة تحت كونفيدونسياليتي آي كلاود أنا الحساب مفعل سلفا ولكن لتشعيله يجب إدخال والضغط على سو كونكتي لتجد نفسك أيضا بعد ذلك لا بد من الضغط على أكسبتي ثم تجد ما يلي ما تشاهدون وما تسمعون إذن كونفيجيري لبارتاج فاميليال هذا البارتاج فاميليال اللي هو أيضا من الخصائص الرائعة أنك تبارتاجي مع العائلة ديالك الموسيقى ولكن انبعد لكم فيجيراسيون لنخليها لكم ما شي شي حاجة كبيرة الموسيقى الصور البوزيسيون المكان الكالوندري فاميليال ثم مساعدة أفراد العائلة على العثور على أجهزتهم هنا الإخبار بالمساحة المتلقات اللي هي المجاني منها خمسة جيجا أوكتي واللي يبغى المزيد عليه بالشراء ثم هنا آيكلاود درايف اللي هي خاصية تخزين أرهم ديزاكتيفيا عندي وإلا بغيت تخزين أي شيء ولولي مجرد تخزين قصدة تخزين في مكان آمن عليك أن تفعل هذه الخاصية ثم هذه الخاصية الأخرى من حيث المزمانة كاي اللي فوتو يعني إلى أكتيفيتهم هذو غدي يتظهروا على آيكلاود كما كان الجهاز اللي غدي تدخل عليه ذاك الآيكلاود إذن كاي اللي فوتو الإيميل وهذه اختيارات شخصية واش تأكتيفيهم ولا لا الكونتاكت والغابل سافاري نوت باسبوك اللي هي الخاصية ما موجوداش تقريبا دوكيمون إيضوني ثم السوفغارد اللي ما تكفيهاش بأي حالي من الأحوال خمسة جيجا فاللي بغي السوفغارد المعطية ديله على آيكلاود ما عليه إلا يدفع من أجل الحصول على أكتر من خمسة جيجا إلا في النادير في النادير القليل ثم تخصو ومن بعد ربما نكتشفها لكم مازال ما صراحة ما ما عرفتهاش ما تطلعت شعريها ثم لوكاليزيمون إيفون هذي في حالة السرقة أو الفقدان ديل الآيفون اللي سابق من الأسباب من الأسباب هذي خصك تشغلها من الأحسن وهذي مرتبطة بها الخاصية اللي قبلها وبالخاصية ديل باقي أفراد العائلة باش تديروا عبارة على واحد الشبكة لماذا هذي الشبكة بكل بساطة لتواصل أفضل لكي يعرف كل منكم عند الرغبة منكم عند الرغبة في ذلك مكان الآخر ويطمئن عليه أين هو موجود إلى غير ذلك بقي أن أشير في ختمها التسجيل إلى مسألة المتعلقة بحالة شراء الآيفون المستعمل المجتمل على الآيكلاود فالآيكلاود ماشي خصيكون مديكونيكتي فقط خصيكون مسبريمي لأن كين الخاصية دي الديكونيكسيون هي الديكونيكتيت من نوره يعني في هاد الحالة إلى شرية آيفون معنيش أنهم سيبريمي رهم ديكونيكتي فقط خصيكون مسبريمي وإلا فامنين تقوم بشي ميزاجور برانسيبال ميزاجور ماجور كما يقولون لها غالبا ولا من تإفاسي الكنتوني أريقلاج غالبا إلا من أقول حتما سوف تطالب بإدخال الإدونتيفين المدبس لأنك مفعل فيه خاصية آي كلود نجرب وإحنا غادي يغين ديكونيكتا ونشوفو ماذا سيقع غادي تروتيرا طبعا هذه مسألة لا نسيبريميهم قاعدوك ليدوني كونسيرفي منين تبغي تتكونيكتا عندك جوش اختيارات واش تخليهم في الآيفون ولا تسيبريميهم نديرو سيبريمي ونشوفو لاحظوا معايا دبا الآن لاحظوا معايا ديالي عاد ديزاكتيفي لالوكاليزاسيون ها هو ديكونيكتا إذا نحتف ديكونيكسيون كيطلب المودباس وذلك لي يكون آمينا الآن رهم سيبريمي لأن أنا مشيغل ديكونيكتا سيبريمي تلا لوكاليزاسيون أو ديزاكتيفي تلا لوكاليزاسيون ومع ذلك كتبقى هدي اجتهادات لحد ساعة هدشي اللي كايين مستقبلا شنو غادي تدير أبل الله علم ركا تفكر في الدوزيام تنتاتيف يعني سيكون عندك جوج ديال لتنتاتيف باشت تكونيكتا إذن إلى هذا الحد أنهي معكم هذه الجلسة المباركة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته